طيب في أبو زبي بقى حيث كأس العالم للأندية طبعا يوم السبت إن شاء الله ستة ونص بتوقيت القاهرة المباراة التاريخية لنادي العين وهي تاريخية لأي فريق عربي الحقيقة مبقى فيه فريق عربي أسيوي أو أفريقي يلعب نهاء كأس العالم فالمؤكد إن ده موعد كبير جدا مع التاريخ ريال مدريد والعين الإماراتي ستة ونص مساء السبت بتوقيت القاهرة ستبقها في مدينة الشيخ زايد أو آه في مدينة الزايد الرياضية المركز الثالث والرابع هيكون كاشيمة الياباني وريفر بليت الأرجنتيني ما شوفوا الكرة بقى وروعتها وقسوتها وحنانها وكل تقلباتها الرجاء يدخل بصفتيه النادي المنظم فيتعمله مباراة في الدور التمهيدي وبعدين يصل إلى النهائي ويطلع التاني بعد باير مينخ صحيح في طولة العالم في النسخة اللي كانت في المغرب صحيح يكررها العين هو النادي المضيف وهو مش متأهل بصفتيه يعني فيبتدي نفس المشوار الصعب ويصل إلى المباراة النهائية لكن الجديد هذه المرة إن قبل كده مزمبي عن أفريقيا والرجاء عن أفريقيا الرجاء بلد عربي أفريقي ولكن اليوم المزمبي العين بلد أسيوي أفريقي أسيوي أفريقي إيه عربي أسيوي أيبا ما هو العين العين بيشارك كبطل للدور الإماراتي بوصف إن الإمارات الدولة المنظمة أيما نفهم يعني ما فيش أعتقد أنه أول فريق أسيوي يلعب النهائي أظن هذا يعني ده القيمة المضعفة لإنجاز فريق العين والحقيقة إنجازات بجدارة مش عشوائية